السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني الكرام اكيد فاكرين الانتري اللي احنا صف ناسي للوز ودي الشكل النهائي ولا هيزهر معنا في علامة الاول طبعا احنا دلوقتي هندخل على تشتيبه دهان خليك معا ما تروحش بايد اهلا بكم كده هندخل في مرحلة الديهان باللون الشامبين ادي اللون اهو اهو مثالك 400 دوكو شامبين بلس 64 نفتح العلبة مع بعض بسم الله ما شاء الله طبعا نعلب كويس بسم الله ما شاء الله شايفين اللون لون ده لؤلؤي ان شاء الله نعلب كويس طبعا لقد ما تدر طبعا بلانب كويس وعلى مالينا خلص لازم ندور اللون كويس قبل ما نبتدي ايه الرش بعد ما عملنا السريجوز وصفنا زي ما شوكنا في الجزء الاول نبتدي الوقت في اول بطانع بنفس اللون بتاع الشامبين اللو لؤلؤي طبعا قوامه لازم يكون كويس فبعد ما حطينا اللون بتاعنا المكة زودنا بتنر الصاروخين تنر ناري زودنا كمان اللون شوي عشان يبقى قوامه تيل وكويس السطح ايه مالي وكاسي كويس بعد كده نبتدي باذن الله الرش زي ما حظاك شايف ما شاء الله نون جميل جدا ده دي ملوكي ما شاء الله طبعا جاي وش اول وهنا بعد ما شد الوش الاول ادينا كمان وش تاني تاني طبعا مجرد ما انت بتخلص على طول الشامبين بالزيت لازم اه لازم تدرش مجموعة الورنيش اه وراه على طول بساعتين ده الشغل بعد ما خلص باسم الله ما شاء الله اخوز ظاهر اوه في الضوء في المهار اه ودي طبعا مجموعة الورنيش ده المصلب وده اه الورنيش اه عالي اللمع طبعا فيه عالي اللمع وفيه متوسط اللمع منخفض اللمع كل حاجة بترجع لرأي الزبون وزقه حسب ما هو طبعا عايز اه الورنيش بتاع يكون اللمع بتاع شديدة او متوسطة او منخفضة اه بنفتح العلب بتاعتنا بنحط طبعا ادي الورنيش في الابوه بتاعتنا اللي بنجمع فيها الورنيش المصلب وهنحط عليهم اه التنر الناري طبعا بضيف التنر اللي عادي قيمة ربع العلبة بالضبط كده ونبتدي بقى نروش الورنيش بتاعنا المجموعة بتاعتنا زي ما احنا شوفنا اهو لا اهو لا هتوحث هنا ان انا مهتم او بالترابيزة الترابيزة دي هي مراية الشغل يا جماعة الترابيزة دي مراية الانتري او الصالون او قطة الاساس انت بتعملها طبعا انا برش بسرعة او بمشغلك المقطع بسرعة لكن طبعا اه العطري كله خد وش واثنين وثلاثة كمان اه المجموعة ورنيش وبراجع عليه مرة واثنين وثلاثة بحيس الشغل لازم الشامبين يتعفل بالورنيش بعد دهان المباشرة كده خلصنا هندخل كده باسم الله من شاء الله اللهم صدي وسلم مبارك على سيدنا محمد ادي اللون بعد رش المجموعة الورنيش من شاء الله دهان بميوقي فعلا شغل فاخر من الاخر من شاء الله ودي الكنبة كمان اخر حاجة كمان بديها وش تاني نجموعة ورنيش برضو ادي الشغل بعد ما اه خلص دهان بسم الله من شاء الله اه بعد كده بندخل طبعا على مرحلة اه الكسوة قص الكسوة طبعا انا اه مسرع لك الفيديو وفي نفس الوقت واخر لغطات سريعة اه علشان اه بوقتك اه كده قصنا الكسوة بنص كمان لجناب اللي من بره اللي انا بوصها دي جناب اللي من بره شايفين بعد تركيب الكسوة والاكسسوار الشريط الدهبي مع اللون الدهبي بتاع الدهان اه بسم الله تبارك الله ادي الشكل ما شاء الله بعد كده بندخل على موضوع الشريط تركيب الشريط شريط الحرف اه وطبعا هنا بنركب اللجناب اللي من بره الكسوة اللي من بره بعد تركيب اللجناب والظهر من وره بعد كده هنبدأ بالشريط بإذن ده طبعا معلومة لازم اي حد يروح يشتري كسوة يا جماعة اه امسك الوماش عشان ما حدش يضحك عليك لازم يكون الوماش بتاعك فرز اول بمعنى ان انت تمسك طرف اللوماش تشده طول وعرض لو فتح معاك يبقى كده مش فرز اول اه ما فتحش معاك يبدأ اه يبقى ايه اه فرز اول اشتري وانت متطمن عشان دي حاجة انت بتعملها على المدى البعيد اه وتعيش وتعمر وما تنسيش طبعا تعملوا لايك على الفيديو ونسبسكرايب فعلوا زر الجرس على كل عشان ينصر لكم مني كل جديد طبعا اه الشكل اللي هيزهر لكم دلوقتي اه ده الشكل النهائي وطبعا انا مستني فيه شكل كمان هيزهر اه معاكم مستني رأيوكم في التعليقات تقولولي اه رأيوكم في الصورة دي والصورة اللي هتشوفها في نهاية الفيديو خليك معا مطرح شربي اه ياريت يا جماعة اه الراجل الطيب اللي شغال ده تعبان والله وبازل مجهود كبيرة عشان يوريك الشغل اللي هو بيعمله فياريت نكافقه باللايك واكتب له تعليقات حلوة شجعه في كلمة حلوة كذا ازا كنت اعرص ربنا ينسعد قلبك وتلاقي من الحلال واذا كنت شاب بربنا يكرمك ونعمل لك جهازك انت وهو ان شاء الله اه كده يا جماعة دخلنا على مرحلة الشريط ودي زي ما تشايف كده الشريط لازم يكون اه الشمع مالي في نسبة ثبت مصمار لا انا ما بحبش مصمار لازم تثبت الشريط يكون اه بشمع كويس املا شمع كويس وخليك على خط مستقيم عشان شغلك يكون اه مميز بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصنا طبعا تثبيت الاجناب دخلنا على مرحلة تثبيت الشريط اه طبعا الشريط انواع وكل مكان نوع شريط اه سعره اعلى وقيم اه يعيش معاك ويبقى طبعا الشغل بتاعه بيكون عالي اه كمان الوان الشريط لازم تكون متناسقة مع لون الكسوة زي ما حدرتك شايف اه لازم اه اللون الشريط يكون متناسق مع لون الكسوة اه كمان الاكسسوارات زي ما شايف حدرتك حدرتك اه اه الشريط الدهبي ماشي مع لون الشومبين الدهبي الملوكي ان شاء الله ان شاء الله اه صلى على الحبيب محمد لو ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد ما طبعا بنخلص مرحلة الشريط ندخل على اه شلة اللي هي المنتصلة هنشوفها مع بعض ان شاء الله بعد ما بنخلص لازم الشريط خليك معايا هنشوفها ايضا اه اعمل سبسكرايب فعله زر الجرس على كله عشان يوصلك مني كل جديد بسم الله ما شاء الله ادي الشريط كده خلص اه اه ازا ما حدرك شايف طبعا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد و ادي الشيرات بتاعتنا اه طبعا الشيرات معمولة من سيفينج 12 سنطي ملفوف بفايبر حواليه كمان وضمور للحماية عشان طبعا السفنج بيرمل طب حطت الكيس مباشرة على السفنج هيرمل معاك زي ما يكون عندك شوية ملوخية نشفة كده وبتفرواكيها فعمر السفنج بيطول لما بيتلفع عليه فايبر وزي ما حالتك شايفة بيبقى ليه كيس بسوسة اللي هي الكيس والخارجية بسوسة ممكن يعني ممكن يترد ويتغسل وكده كمان المساند والظهر وكل الشغل اللي تشارفه تحت الكيس وده فايبر على اساس ان انتي ممكن تعالجيه من اي اتساخ هذه الشغل في نهاية بعد ما خلصنا الشغل خالص تفنيش طبعا هنشوف مع بعض في شكلين عايز تعليقاتكم يا ترى شكل رقم واحد اهو ده الشكل رقم اثنين اكتبوا لي في التعريقات انهي شكل فيهم اعجبكم اه بعد ما اصدع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اه وقادي شكل الانتريه اه طبعا الشكل اللي هو اه الفارنطنة بتاعته باينة ومعمول دهب اه ملوكي برضو شامبين نفس الدون اللي دهبناه اه في النهاية باشكركم اه لو انت معايا من نهاية الفيديو بانت من الابطال شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة